في تونس قالت نقابة الصحفيين أن 39 صحفيا وحيلوا على المحاكم بين عامي 2023 وعام 2024 بقوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية كشفت النقابة في تقريرها السنوي لواقع الحريات أن المحاكم التونسية قضت خلال هذه السنة بخمس أحكام أو خمسة أحكام بالسجن على الصحفيين كما أيضا سجلت النقابة 211 اعتداء على الصحفيين في الفترة نفسها فضلا عن رصدها تهديدات متصاعدة للصحفيين في البلاد لا سحافة مهنية وحرة في ظل الترهيب والتخويف صيحة فزعين أطلقها الصحفيون التونسيون بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنشر تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية تقرير تضمن خمسة أحكام بالسجن في حق الصحفيين فضلا عن 211 اعتداء طال الصحفيين هي في علاقة بتكوين استراتيجية دفاعية للدفاع على حق الدفاع والدفاع أيضا على الصحفيين والقوائي الحديث هناك أيضا تمشي في علاقة بتكوين اختلاف للدفاع على حريط الصحافة والحريط التعبير بعدين النقاشات ستفضي إلى أفكار لكن المقابة استبقت ذلك وذهبنا إلى البرلمان التونسي إيمانا بنا بإصلاح الحال وذهبنا لإصلاح واقع الحال إنفراط لأقد الحوار بين السلطة والصحفيين أيضا المدافعون عن السلطة في تونس ينفون وجود تذيقات على الحريات مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء تطبيق مرسوم الصحافة الذي ينظم هذه المهنة احتراما لحرية التعبير والتي نعتبرها مكسبا ولا زالت وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة أعلنت منظمة مرسلون بلا حدود عن احتلال تونس المرتبة 118 عالميا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من أصل 180 دولة فيما يرى مراقبون أن واقع الحريات الصحفية في تونس يعيش أحلك فتراته ما يستدعي تكوين جبهة مدنية واسعة لضمان مبدأ حرية التعبير واستقلال الصحافة بلا المبروكة الحرة تونس يسعدنا أن ينضم إلينا في الستوديو الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي نناقش معه إذن المشهد في تونس إن كان في الحريات وغير ذلك للتونسيين أرحب بك معنا وشكرا لتلبية الدعوة فخامة الرئيس منظمة مرسلون بلا حدود دعنا نبدأ بهذا الموضوع في الصحافة التونسية الصحافة التونسية كان يضرب بها المثل الجميع في الوطن العربي كان يتوجه لتونس حتى يتعلم الصحافة ويتعلم حرية الصحافة اليوم كيف تقرأ هذا التصنيف الذي نرى فيه تراجع لحرية الإعلام والتعبير في تونس هل فقد التونسيون المكسب الأكبر لهم في ثورتهم التونسيين فقدوا كل شيء مش فقط حرية الصحافة فقدوا حرية التنظم فقدوا حرية حتى فرحة الحياة أنت تعرف أنه تم تصفية الثورة الديمقراطية في تونس في إطار تصفية كل ثورة الديمقراطية ووقع التراجع في كل الحريات أنت اليوم عندك أنا أريد أن أذكر أن اليوم هناك العديد من الصحفيين في السجن بينما في عهد الثورة لم يدخل صحفي واحد للسجن لم نتابع صحفيا واحد رغم أنه صدقني عندما أقول لك أنه كانت الهجومات لا تتوقف علينا ومع هذه لم يدخل صحفي واحد للسجن الآن مجرد كلمة تدخل عشرة الصحفيين في السجن وهذا داخل عندك أغلق البرلمان عندك تضييق على حياة الحزبية اليوم أنتهت لا يوجد حياة سياسية لا يوجد حياة حزبية وعندك مساجين سياسيين أنا أريد أن أذكر أن اليوم في هذه اللحظة هناك ضربات جوع داخل السجون التونسية وجل الطبقة السياسية التي ناضلت من أجل تونس منذ سنوات وعقود موجودة في السجن اليوم الشيخ راشد خلنوشي عمره 80 ثم موجود في السجن عندك غازي الشواشي الذي هو طرف الآخر الذي ليس إسلامي العلمانيين عندك العشرات الموجودين الآن في السجون وبالتالي أنا بالنسبة لي اليوم قضية الحريات مطروحة بالضبط كما طرحت قبل الثورة قبل الثورة كانت السجون مليانة كانت لا يوجد حرية صحافة كنت أنا في المنفى ومحكوم عليها وأنا الآن في المنفى ومجردين محكوم عليها معنا عدنا إلى نقطة انطلاق الثورة وإضافة إلى الوضع الاقتصادي المزري لأنه لما صفيت الديمقراطية على أساس أنه الله عندنا مشكلة اقتصادية والآن سنحل المشكلة الاقتصادية اليوم التونسيين يعانون من المشكلة الاقتصادية ومن انهيار الحريات ومن انهيار صورة تونس اليوم صورة تونس تونس في عهد الثورة كانت منارة اليوم أصبحت مسخرة طيب فخمت الرئيس يعني الرئيس قيس سعيد الآن منذ توليه الحكم حكم تونس وهو يتحدث عن فساد وقد أثبت في بعض الأوقات أن هناك فعليا بعض الحالات التي تثبت وجود فساد لذلك يتخذ مثل هذا الإجراءات هل تونس بحاجة اليوم إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي لربما الدولة بحاجة لتعتيم حتى تستطيع أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة ومن ثم يكشف الأمر للتونسيين كما كشف في نهاية العام الماضي عن أن تونس خرجت من كافة ديونها استطعت أن تخرج كافة ديونها هذا خبر فجأة الجميع هذا غير صحية شوف سيدي الكريم هذا الرجل في الوقت الحاضر ليس له ما يبيع إلا هذه بضاعة محاربة الفساد وهو يستعمل حيلة خبيثة ذكية يأخذ لك مثلا ثلاثة أربع فسادين حقيقين معروفين ثم يضعهم في المنظومة كاملة التي يضيف لها كل الأعداء السياسيين وبالتالي يدجل على الناس أنه هو يحارب الفساد الثورة هي التي حارب الفساد فيه لما انطلقت الثورة عملنا قانون من أين لك هذا صادرنا أكثر من 300 مؤسسة كانت تحمل مال الفاسد قمنا بقضايا على الخارج كل هذا ترك جانبا واعتبر كأنه هو الذي بدأ الحرب ضد الفساد هو بالعكس فاخر مطاف الحرب ضد الفساد هي حرب مؤسستية هي حرب قانونية ليست لا حرب شخصية هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص مثلا أخطر من هذا وهي تكون قانونية وليست موسمية وليست تهريجية اليوم لدينا حرب موسمية شخصية تهريجية لأشغال الناس عن الحقيقة والفساد اليوم استشرى في تونس بكثير رهيبة اليوم الفساد يضارب أطنابه في كل المؤسسات وفي كل المستويات وهذا بشهادة التونسيين أنفسهم بحيث هذا الرجل يبيعه في أوهام وفي النتيجة الآن خمس سنوات وقعت مصادرة كل الحريات ويضارب كل المكتسبات التونسية وإضافة إلى هذا نهار الاقتصاد وتفشي الفساد بكيفية الرهيبة وهذا الشخص له الوقاحة لكي يريد أن يجدد انتخابات يعني يريد أن يترشح وحيدا لانتخابات الرئيسية هذا الموضوع يمكننا تحدث فيه طيب سنة انتخابية كما تفضلت فخامة الرئيس في تونس على عكس الانتخابات السابقة لم تتضح حتى الآن مواعيد واضحة لهذه الانتخابات ولا حتى هوية المترشحين لهذه الانتخابات ما سبب ذلك؟ شوف سيد الرئيس سيد الكريم الرئيس هذا يعني لا يريد شيئا إلا البقاء في السلطة لأنه يعلم هو يعلم والناس كلها تعلم أنه إذا خرج من السلطة سيدخل إلى السجن لأنه ألغى دستور قام بانقلاب وضع الكثير من الناس في السجن بظلم إلى آخره يعني سيحاسب سيحاسب على ارتكاب جريمة وهي جريمة الرجل الحنث بوعده عندما قال أنه سيحمي الدستور ثم ألغى الدستور إلى آخره بالتالي هو يعرف جيدا أنه الآن قضية الأساسية يتمسك بالسلطة والبقاء في السلطة المشكلة هل الدولة العميقة التي هي وراءه ونحن نعرف أنه وراء الدولة العميقة هل وصلت إلى قناع أن هذا الرجل أصبح خطر عليها وعلى تونس وأنه يجب أن يرحل وأنه حتى يجب أن يحاسب وإلا ما زالت متمسكة به هذا هو القرار لأنك لما ترى قائمة المسجونين ستجد أنهم كلهم قادرون على أن يترشح لرأس الجمهوري وههم المرشحين الحقيقيين المرشحين الحقيقيين لكلهم موجودين في السجن أو في المنفى مثل أنا هو الآن يتخلص عنده قائمة يتخلص من كل من يمكن أن يشكل خطر إضافة إلى هذا الشروط الانتخاب التي هي الحد الأدنى من حرية الصحابة غير موجودة الحرية العمل السياسي غير موجودة إلى آخره كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيلة بينما قوسين جبت الخلاص التي كانت في وقت ملاوقات فاتحة كل الإمكانيات قررت أنها لم يمكن أن تساهم في هذه الانتخابات لعدم وجود شروطها بالتالي أنا لا أعتقد أنه أولا هناك هذا الرجل خايف من هذه الانتخابات سيحاول تأخيرها سيحاول أن يجد حيلة ما سيصف في كل الخصوم وستكون هذه الانتخابات في إطار أولا لجنة الانتخابات التي هي تحت أمرته القضاء تحت أمرته الإعلام تحت أمرته ولكن فخامت الرئيس الرئيس قيس سعيد يرى أن هناك بعض الأحزاب والرموز السياسية المدعومة من الخارج ألا ترى أن ذلك منطقي أن لا يكون أحد مدعوم بالخارج حفظا على أمن تونس يا سيدي الكريم هذا الكلام قيل فيه وقيل في كله هذه الدكتاتوريات كلها عند نفس الكلام الخوانا والخارج هذا النوع من الهذيان لأن أقول لك إذا كان فيه شخص مدعوم من الخارج فهو هذا الشخص أنا عارف أنه وراءه دولة سامحني ولكن كيف هو مدعوم من الخارج فيه دول يعني الآن بحاجة إلى وجود هذا الشخص ولا أريد هذا كلام مردود يعني لو كان هذا حقيقي تفضل ورين هات الأدلة والبراهيل ولكن فخامت الرئيس استطاعات الرأي سيد الرئيس تظهر يعني من خلال الانتقادات التي تتفضل بها انتقادات حتى بعض الأحزاب المعارضة والجهات المعارضة الحقوقية لرئيس قيس سعيد يعني تبدو غير منطقية دعني أقول وسامحني على ذلك مقابل استطلاعات الرأي التي تظهر أن هناك قبول لدى الشارع التونسي في بعض التوجهات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد استطلاعات الرأي الحقيقية هي الانتخابات هذا الرجل يعني لما قام باستفتاع على الدستور 10% فقط من القائمة الانتخابية ذهب للدستور أيضا لما قام بانتخابات البرلمان 8% إلى 10% من نفس الأشخاص الذين ذهبوا للبرلمان أيضا لما قام بهذه الانتخابات الأخيرة لمجلس مجهول الهوية ومجهول الوظائف نفس الشيء بحيث حقيقة هذه يعني عندك 10% من اللائحات الانتخابية وليس من الشعب هو الذي يذهب لو كان فعلا هذا الرجل شرعي وكذا كذا لكانت الانتخابات 50 60 70% وهذا غير صحيح بالتالي هو يعرف هذه الأرقام وهو خايف أهم شيء خايف منه هو أن يكون يعني الانتخابات المقبلة ستكون بنفس البلد على كل حال أنا خلينا أقول لك أنه يعني الشجرة يجب أن تحجب الغابة الغابة هو أنه وقع إفشال الثورات الديمقراطية العربية في تونس في كل مكان لكن هذا لا يعني أنه مطلب الحرية ومطلب الكرامة انتهى وأنه مثل هؤلاء الأشخاص السيسيا وهذا الشخص يعني يحترق الشعبوية وكذا أنهم ربحوا الحرب هم ربحوا فقط معاركة بعد الثورات تأتي ثورات مضادة ثورات مضادة التي يمثلوا هذا الشخص يعني استنفذت كل وقودها وأنا تواقع أن شعب التونسي والشعب المصر والشعوب العربية ستعود عن مقاريب لمطالبها وأننا سنستطيع بناء ديمقراطية حقيقية نتجاوز بها كل الأخطاء التي ارتكبناها والتي ارتكبتها أنا شخصيا وارتكبتها النهضة إلى خيره لنعيد بناء ديمقراطية حقيقية قادرة على ثبات وتواصل وهذا ما تريده شعوبنا يعني تريد التقدم الاقتصادي وتريد الحريات هذا الشخص يعني صادر كل الحريات باسم محاربة الفساد وانهارت الاقتصاد التونسي بكيفية غير مسبوقة يعني اليوم التونسيين أصبحوا يتسولون في قطعة خبز يعني شيء غير مسبوك سيد الرئيس تحملون الرئيس قيس السعيد رئيس البلاد الحالي مسؤولية مؤشرات الاجتماعية الاقتصادية السيئة ولكن في ذات الوقت أو في نفس الوقت هو يحملكم وأنصاره أيضا المسؤولية دعني أقول عن النخبة التي حكمت عشرية ما بعد الثورة كاملة يحملكم المسؤولية عن ذلك من برأيك يجب أن يصدق التونسيون يا سيد الكريم الأرقام هي التي تصدق أولا العشرية لم نحكم لثلاث سنوات ثلاث سنوات فقط تحاسبون على ومرحلة اتقالية على كل حال هي التي كتبنا فيها الدستور عملنا فيها المؤسسات تونس كانت دولة حرة كانت دولة مستقلة لم يذهب أحدا إلى السجن إلى آخر هذه الأرقام أيضا حتى من الناحية الاقتصادية كانت معدل النمو ثنيين ثلاثة في المئة إلى آخر وكذبوا على التونسيين بخصوص هذه السردية والآن أصبح هذه الفترة التي كانت فترة الانتقال الحقيقي نحو الديمقراطية أفسدوها وأوقفوها والآن يحملون مسؤوليتك طيب يا سيدي أفرض أننا كنا كذا وكذا كذا أنت جيت قلت سأغير الوضعية طيب ماذا غيرت أنت صدرت كل الحريات ورميت إلى المزبلة أحسن دستور في تاريخ تونس صدرت كل الحريات أصبح مهزلة ثم الاقتصاد انهار أعطيني مؤشرات هنا يقول لك إيه لكن هذا ليس له عصاة سحرية لما كنا نقول ونحن لم نحن عصاة سحرية لنحول الاقتصاد كانوا يقولون لا لابد أن يكون عندكم عصاة سحرية لأن هذا الرجل الذي خمس سنوات ومشلس سنوات انهار في الاقتصاد وانهارت في الحريات وانهارت استقلال تونس تونس أصبح الدولة لا تملك سيادتها وركز على هذا ومع هذا يقول لك لا أنتم المسؤولين طيب يا سيدي نحن مسؤولين أنت موجود لأنك تحل المشكلة طيب حل المشكلة بل عكس نحن نرى انهيارا في كل المستويات شوف هذه السردية لم تعد يصدقها ولكن تونس اليوم فخامة الرئيس مشغول بجيبه وفقا لما تفضلت به الوضع الاقتصادي سيء هل سيكون تونس اليوم متفرغ للتفكير بالشؤون السياسية ولا أين ذهبت البلاد وحرية الصحابة اليوم الوضع الاقتصادي ليس فقط حتى في تونس في مختلف دول العالم كما تعلم فخامتك هناك تضخم هناك حالة من يعني عدم الأرياحية المادية لدى ليس فقط المواطن التونسي إنما حول العالم اليوم هل هو متفرغ حتى ينظر من الأنسب لقيادة البلاد فعلا أم أنه صرف النظر وقد فات القطار على المؤسسات السياسية شوف سيدي كريم يجبوا على تونسينا أن يفهموا أنه طالما الاقتصاد واقف الآن عجلت الاقتصاد متوقفة وهي متوقفة لسببين لا في استثمار داخلي لأن الرجل هذا يتهجم على كل من يمتلك أي شيء يتهجم عليه واتهمه بالفساد إذن لا يوجد استثمار داخلي لا يوجد استثمار خارجي ولا يوجد استقرار سياسي حقيقي وبالتالي إذا تونسي لم يفهموا أن هذه العلاقة ما بين الوضع الاقتصادي وما بين وجود هذا الرجل في الحكم فأنا لا أستطيع لهم شيئا يعني هم طالما لا يفهموا أن هناك صلة حقيقية بين وجود مثل هذا الرجل ومثل هذا الحكم وتوقف الاقتصاد وبالتالي فقرهم سيتزايد فأنا لا أستطيع أن أفعل لهم شيئ يجب أن يفهموا هذا القضية ليست أننا بحاجة للديمقراطية من أجل ديمقراطية لا نحن بحاجة للديمقراطية لكون لدينا استقرار حقيقي لكي نفتح باب الاستثمار للداخل للخارج لكي تعود الثقة لكي يعود الهدوء للمجتمع التونسي إلى خريق هذه الأدية النفسية والسياسية التي ستمكن على الاقتصادية من التحرك طالما هذا الرجل موجود وهذه الظروف السياسية موجودة المكنة الاقتصادية واقفة وستتوقف وفقر التونسي سيتزايد طيب تحبلوا مسؤوليتكم إذا كانت تقبلون بهذه السردية الكاذبة المظللة ولا تفهمون أنه ضروري من الضروري جدا أنه يعني يصير فيه حقيقة عودة إلى الديمقراطية عودة إلى القانون عودة إلى المؤسسات عودة إلى التصالح الحقيقي بين التونسيين طيب إذا أنتم ترفضون وجود الشروط الأساسية لعودة الاقتصاد تتحمل مسؤوليتكم طيب فخامة الرئيس اليوم في هذه المرحلة كما تفضلت عدد كبير من قيادات المعارضة هي متواجدة في الخارج ولكم أيضا كما تفضلت هناك معارضين في الداخل ولكن ليس لهم الحرية الكاملة السياسية كما نشهد على أرض الواقع وكما ذكرت حضرتك أنه فيه سياسيين هم قادرين ومؤهلين لأن يترشحوا للانتخابات المقبلة ولكنهم يقبعون في السجون اليوم في هذه المرحلة المقبلة كيف تنسقون أنتم من في الخارج إن كنتم من قيادات معارضة للرئيس قيس سعيد مع الداخل التونسي على الأقل لمحاولة توعية الشارع التونسي بما يجري وتقديم دعني أقول على الأقل خطة لربما يمكن أن تستطيع من خلالها الوصول إلى تفاهمات مع الرئيس قيس سعيد رئيس البلاد الحالي شوف سيد الكريم أنا دائما أقول ما الذي يجب فعله يعني ما هي الأمور التي يجب فعلها الآن حتى تتحصن وضعية التونسيين أولا يجب وإطلاق صراحة المساجين السياسيين كلهم على بكرة يجب تعليق كل هذه الأحكام الظالمة ضد الناس وإطلاق صراحة المساجين هذا ما يجب كما تفضل في قامة الرئيس لكن كيف تعملون هذا ما يجب أيضا أنه يجب على المكنة الاقتصادية أن تسترجع نشاطها يجب على رجال الأعمال أن يثقوا في أن هذه الدولة ما زالت قادرة على أنها تعينه من خريه يجب على المواطنين أن يخرجوا من هذه السردية الغبية التي للأسف الشديد الكثير من الإعلامين رسخوه في ذهنهم أنه العشرية سردها لا كانت تلك فترة الديمقراطية إذن يجب تغيير منطقي إلى خريه الآن كيف من مع من أنا أقول وأردد أنه هناك داخل الدولة التونسية إلى حد الآن هناك دولة ليست عقيمة دولة عميقة وليست بالضرورة عقيمة وهذه الدولة قادرة عليها أن تفهم أنه لا يمكن أن تتواصل في دعمها لرجل واضح وهذا أقوله دائما وبدلا على مسؤولية أنه غير كفء وغير سوي وغير شرعي هذا يجب أن تنتهي هذه القصة يجب أن تنتهي وبالتالي كيف يمكن لها أن تنتهي في خمسة رأي تنتهي أنا أعتبر أن هذا الرجل أولا غير شرعي أنا أقول لك أنه غير شرعي أربع مرات غير شرعي لأنه حنث بوعده لأن الدستور دستوره لم يصدق عليه إلا أقلية برلمانه لم يصدق عليه أقلية مجلسه لم يصدق عليه هذا الرجل ليس له أدنى شرعية ويجب أن يرحل يجب بمناسبة هذه الانتخابات أن يوجد شخص أو جملة اللي يقول له اذهب إلى بيتك استرح وخلي الحركة الديمقراطية تعود وهذا يتطلب هل يجب التونسيون اليوم على أن يقول للرئيس خيس السعيد اذهب إلى بيتك طبعا أنا عندي قناعتي أن هذا الرجل لا يحكم وأن من يحكمون رأوه هي مجموعة قليلة هي المفروض إلى الآن أن تتحمل مسؤوليتها في إنقاذ البلد الوقت انتهى فخامة الرئيس ولكن أريد منك الإجابة على السؤال كيف تعملون في الخارج مع من في الداخل من المعارضة حتى تستطيعوا الوصول إلى تفاهمات وتوعو الشارع التونسي لدي ثلاثين ثانية انتقال ثلاثين ثانية بدل اتصال نحن دائما وبدل اتصال صارت فيه العديد من المحاولات لتجميع الطبقة الديمقراطية ونحن نسع إلى هذا وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة أشكر لك حضورك فخامة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوق شكرا لتلبية الدعوة ولهذا الحوار شكرا جزيلا لك أهلا بك دائما شكرا للمشاهدة